بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا سابقا بعض النصائح والإرشادات الهامة للعناية بالصوت والوقاية من الأمراض هناك أيضا نصائح أخرى مهمة في هذا المجال منها أن نتجنب الحديث والكلام عندما تكون حوالينا خلفية من الضوضاء والأصوات لماذا؟ المتحدث في خلفية من الأضواء سيضطر أو ستضطر لرفع الصوت حتى تسمع من حولها أو يسمى من حوله وهذا مما يزيد من إجهاد الصوت إذن منطقة أو مكان فيها ضوضاء لا نتحدث نستخدم الإشارة أو خلافها أيضا من العادات الجيدة أن نتجنب الصراخ ورفع الصوت لماذا نضطر عند الحديث أو النقاش أن نرفع الصوت ونستهلك الحنجرة؟ يعجبني المثال الذي يقول صوتك ثروة مثل الرصيد عندك في البنك كل ما رفعت صوتك أو رفعت صوتك واستخدمت أنت أو أنت تستهلك من هذه الرصيد وهذه الثروة لك التي لديك وتقصر عمر الحنجرة وقدرتك على الاستمار بحنجرة وصوت جيد أيضا ننصح بالاعتدال في استخدام الجوال لا نمنع استخدام الجوال ولكن الاكثار من استخدام الجوال خاصة هناك البعض مننا يتكلم بالجوال بصوت عالي كعادة كطبيعة ننصح بالتقليل من استخدام الجوال والحرص عند استخدام الجوال أن يكون بصوت هادئ وأيضا نذكر أن التحدث بالجوال عند الحاجة في خلفية في جو خالي من الضوضاء لنتجنب استخدام الصوت واستخدامه للتنبيه من مسافات بعيدة لرفع الصوت والصراخ ممكن الاستخدام بالإشارة وممكن أن تذهب أو تذهب إلى من يريد أن نتحدث إليه من غير استخدام الصوت صوتنا ثروة لنحافظ عليه المتحدث الخطيب المدرس المدرسة المقرئ المنشد هناك وسيلة رائعة مفيدة تقلل اعتمادنا على صوتنا وحنجرتنا كثيرا المايكروفونات لنستخدم المايكروفونات لا تسمح لنفسك أن تضطر أن تتحدث في مكان مفتوح أو حتى مكان قليل مكان مغلق أقول بكثير من الحضور والضوضاء باستخدام الصوت وهتكلم من غير مايكروفونات الأخوة والأخوات لنتجنب النحنحة الأكثر منها مزعج وشبه النحنحة بالحكة نحس أحيانا حشرجة عدم صفاء في الصوت استخدام النحنحة كمن يحك المنطقة قد يرتاح قليلا لثواني ولكن سبحان الله تبدأ الحكة مرة أخرى تبدأ الإحساس بالنحنحة مرة أخرى تلاحظون في هذه الشريحة تكون هذا البلغم الأبيض هذا سبب النحنحة لا تتنحنح لا تتنحنحين قلليها استبدليها بكحة مفتوحة ثم بلع بسيط هناك مشكلة منتشرة كثيرا عند الكلام عند الحديث وعند الصوت لا نتحدث أو نتكلم إذا انتهى الهواء الذي استكلمنا عنه إذا انتهى الهواء نوقف فقط ما فيه لأنه أي حديث بعد انتهاء الهواء سأضطر أني أشد لحنجرتي حتى أتحدث كما قلنا نرفع صوت أثناء الحديث نحرص على تخفيف الوزن على الرياضة كما قلنا وأكدنا حتى نتجنب كثير من الارتجاعات أيضا نستخدم مرتبات الهواء خصوصا في الأوقات الجافة حتى نتجنب الجفاف في الحنجرة نتجنب الاستخدام الأدوية من غير داعي وخصوصا بعض الأدوية مثل مضادات الهستميل أنها تسبب جفاف ونختم ونقول هنا استشر طبيبك لأي بحة في الصوت إذا استمرت البحة أكثر من أسبوعين الزكام تكون أقل إذا استمرت البحة أكثر من أسبوعين راجع طبيبك وراجعي طبيبك طيب الأنفذ الحنجرة أو التخاطب إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية حديثنا عن بعض النصائح المهمة والإرشادات للعناية بالصوت والوقاية من الأمراض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة